السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم نبيل قصة سنتكلم اليوم عن 3 عملات رقمية الآن هي في مرحلة البرسل وتعتبر الآن من بين العملات الرقمية المطروحة في البيع المسبق خلال سنة 2024 وهذه العملات الرقمية التي سوف نذكرها لكم قد طلبت مني مراجعتها من قبل قمت بالمراجعة عليها وحبت أن أشاركها معكم في فيديو واحد قبل ذكر هذه العملات لا تنسى أن تشارك معنا في القناة وتفاعل زر الجرس لكي تتواصل دائما بالجديد فبدعمكم من الصمير طيب نبدأ بالعملة الأولى وهي عملة البلاي دوك عزيزي المشاهد هي في مرحلة الآن البرسل وقد جامعت لحد الساعة مبلغ 5 ملايين دولار والآن هي في بعض الجوالات وسعرها 0.00515 يحق لك شراءها إما عن طريق الاثريوم اليو ايزيتي أو البطاقة البنكية بالنسبة إذا شريتها باليو ايزيتي فمثلا مبلغ 100 يو ايزيتي سيعطيك ما يعادل 19 ألف وراء 417 إذا اشتريتها من هذا السعر هذه العملة ليست وصية استثمارية ليست وصية استثمارية أقولها لكم دائما دائما تحمل مسؤولية البيع الشراء أنا فقط أراجع العملات الرقمية أوكي بالنسبة لهذه العملة كما ذكرت لك هي في مرحلة البيع المسبق بالنسبة للرودماب الخاص بها في الفازدوان قد تمت يعني إطلاق البيع المسبق وهي الآن انتهت من مرحلة الأولى المرحلة الثانية من هذا الطوكن وهو عمل تطوير لبداية هذا الطوكن وأيضا إطلاق العملة في بعض منصات الديكس أوكي بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي الماركتينج بامب سيكون يعني تطوير جيد في مهمة تسويقية لهذه العملة وسيكون أول إدراج في سايكس ليستينج وكذلك ومثال في الفازدوان وهو الأخير ستكون هناك بعض الإدراجات أيضا في بعض المنصات نتمنى خير بالنسبة لطوكن نوميكس أو اقتصاديات العملة فالبريسيل يقدر بخمسون في المئة الكوميونيتي ستة فاصل خمسة في المئة الليكوديتي إحدى عشر فاصل خمسة في المئة الماركتينج عشر في المئة البراجيكس فانس يقدر بعشرة في المئة وأيضا سفيكينج يقدر بإثنى عشرة في المئة كل هذا يوجد في هذا الطوكن كما ذكرت لك إذا أردت الشراء فرابط الشراء يوجد أسفل الفيديو وأذكر هذه ليست توصية استثمارية فقط نراجع العملات الرقمية بالنسبة للعملة الثانية وهي عملة البيز داوغز هذه قمت أيضا بمراجعة لها في أحد الحلقات السابقة لأحد الأشخاص الذي طلبها مني هي في مرحلة البريسيل عملات الداوغز واحد منها تقدر بـ 0.0058 تقريبا هذه العملة هي عملة من عملات الميمز إذا أنتم تعرفون عملات الميمز المجتمعات الخاصة بها تكون مجتمعات كبيرة في التوكن نوميكس عزيزي فيقدر البريسيل أو البيع المسبق بـ 20 في المئة الستويكينج بـ 20 في المئة الليكويديشي بـ 20 في المئة الماركتينج بـ 15 في المئة والداوغز ريوورد تقدر بـ 15 في المئة بالنسبة للليستينج 10 في المئة ننتقل مباشرة إلى الريد موب في الفاز 1 أو الخطوة الأولى هناك كانت هناك بعض التحركات مثلا إنشاء السوشيل ميديا الخاصة بالبيس داوغز أيضا كانت هناك تطوير العقد هنا في الكونتراكس في الفاز 2 هناك أيضا بعض الخيارات التي قاموا بعملها مثلا كالكومينيتي جراوت أو تطوير الكومينيتي الخاصة بهذا التوكن وأيضا تدقيق العقد وهذا ما تم الحمد لله في الفاز 3 سكرامبل ستتم إضافة العملة إلى داكس ليستينج وأيضا إلى كاين ماركت كاب وأيضا إلى كاين جيكو وأيضا في الفاز 4 ستكون هناك إدراجات في منصات ساكس ليستينج وأيضا سيكون هناك تطوير في الماركتينج وأيضا في الفيتور فللأشخاص لكل شخص يريد الشراء مثلا هناك الشراء إما عن طريق الأيثريوم أو نيتورك الأيثريوم أو نيتورك الباين السمارتشين أصولنا نحن نختار البي يو إيز دي مثلا مئة يو إيز دي تقدر ب9535 سقريبا كل ما عليك هو عمل كونيكت والي تقوم بربط محفظتك على الميتاماسك وتقوم بشراء بكل سهولة العملة الثالثة عزيزي وهي البيبي أنتشاينة سابق لنا أن ذكرناها أيضا في القناة وعملنا عليها مراجعة فهي عملة من عملة الميم وهي مستوحات بشكل كبير من عملة البيبي الغني يعني التاليف والمطروحة في منصة البايننس فهذا الطوكن هو في مرحلة البرسل عزيزي وهو كما ذكرنا لكم طوكن من طوكنات الميمس المعروفة والتي تعرف بأن لديها كومينيتي أغلب عملة الميمس لديها كومينيتي جيد ممكن أن تصفحوا أيضا صفحتهم على التويتر منصة إيكس وأيضا على التليغرام بالنسبة للبيع المصطبق تم جامع تقريبا ما يعادل مليوني دولار هذا رقم مشجع بصراحة ويحق لك شراءها إما عن طريق الإتريوم إما عن طريق اليو إزيتي وإما عن طريق البطاقة البنكية الكل يفضل اليو إزيتي مثلا فأول شيء تقوم بعمل كونكت والت وتقوم بربط المحفظة التي تمتلكها فمثلا نحن نمتلك الميتاماسك نقوم بربط محفظتنا على الميتاماسك وتقوم مثلا إذا أردت الشراء بمئة يو إزيتي تعطيك تقريبا إثنى عشر ألف حبة من البيبي أنتشايند ولكن بهذا السعر السعر الآن سفر فاصل سفرين اثنين وثمانون نسيت شيء وهو التوكن نوميكس أو اقتصاديات العملة فالبرزل يقدر بعشرون في المئة السيكينغ بثلاثون في المئة الماركتينغ بعشرون في المئة الليكويديتي بعشرة في المئة البروجيكت فايننس بعشرة في المئة التشين أن في ستوري بعشرة في المئة أما بالنسبة للرودماب أو خريطة الطريق فالستيب 1 قد تم إطلاق العملة في البيع المسبق قد تمت ستيب 2 وهو المكافآت والستيكينغ والتخزين وكل شيء قد تم والستيب 3 الذي هو الآن ما زال تحت أو ما زال قادما سيكون هناك ليبل 2 في عملة البيبي أنتشايند سيكون أيضا إطلاق البلوكتين الخاص بهذه العملة وأيضا إنتهاء البيع المسبق وإدراج العملة في منصات لا مركزية فكانت هذه عزيزي المشاهد 3 عملات رقمية الآن في مرحلة البيع المسبق خلال سنة 2023 أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم إذا أعجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا بالنقر على لايك والاشتراك في القناة لكي تتوصل دائما بالجديد فبدعمكم للصمير دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته